اهلا بكم بينما شكل تفشي فيروس كورونا والاجراءات المتعلقة به ضغوطا كبيرة اقتصادية واجتماعية ونفسية على عالم الكبار يجد الاطفال انفسهم الحلقة الاضعف نفسيا للتعامل مع هذا الوضع الجديد الذي تغير فيه كل شيء تقريبا وفي مثل هذه الاوقات يلجأ الاطفال للبالغين لفهم ما يجري حولهم وبث الطمأنين في نفوسهم وفي ضوء اصابة مجتمعات باكملها بالقلق في ظل تفشي فيروس كورونا ينعكس هذا القلق بلا شك على الاطفال الذين يختلفون في طرق التعبير عن هذه المشاعر بحسب فئاتهم العمرية وتبعا للاختلافات الفردية بين طفل وآخر وحول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في السوديو البرنامج الدكتورة سهام عبد الرحمن السويغ مؤسسة ومديرة مركز مساندة للحديث عن الدور المطلوب نفسيا في التعامل مع الاطفال أهلا بكم من جديد وأرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة سهام عبد الرحمن السويغ مؤسسة ومديرة مركز مساندة لاستشارات الطفل والأسرة والعلاج النفسي باللعب أهلا بخير دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا سعادة أبو جورج معنا الله يسلمك شكرا على الاستضعافة هذا شيء يشرفنا دكتورة وسط أجواء جائحة كورونا التي ضربت العالم كلها وسيطرت على أحاديث الناس على أعمالهم على الاقتصاد على السياسة على الحالة الاجتماعية وعلى النفسيات فإذا كنا الكبار بدأنا نتأثر وإن شاء الله لا تكون تأثيرات سلبية فما بالك بالأطفال اللي عالمهم مختلف وفهمهم مختلف وأحنا نأثر فيهم يعني نفسياتنا أيضا تنعكس عليهم إلى أي مدى تأثر الأطفال دكتورة بأجواء كورونا ما يروحوا مدرسة قاعدين في البيت ما يطلعون اش قد تأثروا نفسيا ما في شك إنه في تأثير تأثير نفسي يعني واضح طبعا الأطفال تأثرهم يختلف من طفل إلى طفل ومن عمر إلى عمر عموما يعني الوضع اللي احنا عايشينا وضع يعتبر غير طبيعي بكل المقاييس يعني احنا نفسنا مثل ما ذكرت الكبار يعني ما ندري ماذا نتوقع يعني كل يوم نشيك ونشوف كم عدد الإصابات مشاعر القلق مشاعر الخوف مشاعر الارتباك موجودة هذه المشاعر أيضا الأطفال يشعرون فيها يشعرون بالقلق يشعرون بالخوف يشعرون بالنظامهم اللي هم متعودين عليه روتينهم اللي هم متعودين عليه الذهاب إلى المدرسة إذا عندهم أنشطة ما بعد المدرسة هذه كلها توقفت سيشعرون بمشاعر حيرة مشاعر ارتباك مشاعر أحباط بالإضافة إلى بعض الأطفال يزيد معدل القلق عندهم يزيد المخاوف عندهم في بعض الأهالي يتصلوا يعني يسئلون أنه لما من كثر يعني طفلة ثلاث سنوات تغسل يدها يمكن في اليوم عشرين مرة هي تكون عندها وسواس قهري في هذا العمر الصغير لأن الأجواء من حوالينها ربما يكون في عندها استعداد ولكن الأجواء من حوالينها زادت من هذه البشاعر بشاعر القلق فالأطفال يعانون ومعاناتهم جدا كبيرة ما هي السهلة شلون نقدر نتفهم يعني نفسيات الطفل قلق الطفل مشاعر الطفل يعني لاشعوريا نقل لهم صحيح صحيحة من الأطفال في البيت أحيانا نقل لقلة نادرة نطلحهم مثلا نروح مكان أو شيء فطول الوقت نحن خايفين عليهم لا تلمس لا تيود حتى لو مثلا الطفل مرض بدون المستشفى أي شيء يفضل أن الأطفال ما يطرقون في ذلك الوقت ولكن لو يعني في الحاجة ننقل لهم هذه المشاعر بشكل مبالغ فيه أكيد ما هو ممكن نتفهم قلقهم مشاعرهم دون أن نفاقم لو كان الطفل صار عنده كيف نساعدهم أو نساعدهم في التعامل معها لأن هذه المشاعر موجودة نقطة مرة مهمة بالنسبة للأطفال والذي ذكرت من مشاعر ممكن تنتابهم أن مثل ما إحنا الكبار عندنا مشاعر أطفال عندهم مشاعر مختلفة لكن النقطة اللي أنا دايما يعني أحب أذكرها لما نتكلم عن المشاعر أن أحنا بصورة عامة العرب برغم لغتنا الغنية ولغتنا الجميلة في وصف المشاعر لكن أحنا ما عندنا هالتعدد في وصف المشاعر يعني إذا ولدي مثلا حاسس زعلان نقول له متضايق إذا البنت حاسة غيرانة نقول لها متضايقة إذا الطفل محبط لأنه يبغى شيء وما حصل عليه نقول له أنت متضايق فكلمة متضايق نعممها على أشياء كثيرة وبهذه الطريقة إحنا ما نعود أولادنا وأطفالنا على أنهم يستخدمون اللغة الصحيحة في وصف المشاعر فإحنا مثلا في المركز أول شيء نعمله بعد ما نبني علاقة آمنة مع الطفل الأخصائية نبتدي نعرف الأطفال بالمشاعر ونقول للطفل إيش الأشياء اللي تخلي مثلا طفل عمره خمس سنوات حزين إيش الأشياء اللي تخلي الطفل عمره سبع سنوات غاضب فالأطفال يبتنون يفرقون بين أنواع المشاعر وهذه نقطة مرة مهمة لما الطفل يتعرف على مشاعره إحنا بعد لازم يبتدي يتعلم كيف يعبر عنها فالنقطة الثانية اللي أنا بعد يعني لاحظت عندنا إحنا بصورة عامة الأهل منحبنا لعيالنا ما نحب نشوف المشاعر السلبية عندهم فنلجأ إلى إننا إحنا نتجاهلها أو ننكرها يعني لو الطفل قال أنا خايف من الظلام نقول لها لا أنت بطل ما تخاف من الظلام أو مثلا لو البنت قالت ما أحب أخوي لأنها تشعر بالغيرة منها نقول لها لا عيب لازم تحبين أخوي فالطفل حتى لو عبر عن مشاعره لأننا إحنا ما نحب نسمع هذه المشاعر السلبية في بعض الأحيان ما نساعد الطفل في تعلم التعبير عنها تعلم التعبير عن المشاعر هو خطوة يحتاج الطفل تعلمها لكي يعرف كيف يتعامل معها كمين يعني لازم نشجع الأطفال أن يعبرون عن مشاعرهم بدقة يعني مو بكلمة مضايق وبس وأعتقد دكتورة بل أنا متأكد أن المشكلة مو في اللغة اللغة العربية لكل شيء فيها مفردات عديدة صحيح وهناك عشرات الكلمات لنفس الموضوع الخوف مثلاً في عشرات الكلمات تصف الخوف فهذه سلوكيات الأهل وليس الآن مثل هذه الأوقات التي نمر فيها مثل ما تفضلتي الأطفال قد يمر بمشاعر حزن قلق عنف يشعر بأن عصبي يتشاجر داخل البيت كيف نتفهم هذه المشاعر وهل يجب في ذي الفترة لأنها غير طبيعية والأوقات التي نمر فيها استثنائية أن نكون نحن حساسين مراقبين لمشاعر الطفل يعني لا نفوت فرصة أن نحن نشوف هل في شيء في سلوكيات متغيرة أو في مشاعر متغيرة هذه نقطة مرة مهمة النقطة التي أنا يعني أبغى أكد عليها أن الأطفال لا يعبرون بالكلمات يعبرون أكثر بالسلوك يعني محصولهم اللفظ محدود وإذا عاشوا في بيئة لا تستخدم التعبير عن المشاعر بكلمات فهم من وين يتعلمون التعبير بالكلمات فمعظم الأحيان الأطفال يعبر عن طريق سلوكه أما بالبكاء أو بالعنف أو بالتعلق الشديد بالأم أو أو الأب يعني التعبيرهم قد لا يظهر على شكل كلمات هذه واحدة وعشان كذا مثل ما تفضلت وقلت إحنا نراقب سلوك الأطفال الأشي اللي تغير فيه لو نوم تغير لو أكله تغير الأكل كل هذه تعطي دلالات على أن الطفل عنده مشاعر مرتبكة ويحتاج أنه يتعامل معاها اللي أنت سألتني عن دور الوالدين ودور الوالدين جداً مهم أنا دايماً أقول يعني إحنا الأطفال عيونهم معلقة في أمهم وابوهم عيونهم معلقة علينا إحنا كيف نتصرف هو نموذج لهم في كيف هم يتصرفون يعني إذا الأم غاضبة وعبرت عن غضبها بالضرب أو بالصراخ أو بالتعنيف فهذه نموذج أمام الطفل يعبر عنه أيضاً بالغضب بيكتسبه بيكتسبه لأنه يقول هذه الطريقة اللي أنا أعبر فيها عن غضبي إذا فالنقطة المهمة أننا سؤالك كيف نقدر نساعد الأطفال النقطة الأولى أننا الطفل يحتاج أنه يشعر أنه يعيش في بيئة آمنة تتقبل تعبيره عن مشاعره حتى لو إحنا لا نحب نسمح المشاعر حتى لو يقول أنا أكره أخوي إحنا استماعنا للمشاعر لا يعني قبولها ولكن نعطي الطفل فرصة في أن يعبر عن هذه المشاعر عندما يعبر بكلمة مثلاً أنا أكره أخوي أقول لي شكلك زعلان من البابي الصغير لأني أنا قضي وقت وياه أوكي فبهذه الطريقة أنت حولت الشعور الكر اللي عنده إلى تفهم لحالة معينة يمر فيها الطفل الشغلة الثانية ظهار القبول أننا إحنا ما نرفض التعبير عن المشاعر ما نقلل من قيمتها ما نتستخف بها وأيضاً نتقبلها نتقبلها نتفهم الطفل الشغلة اللي بعد أحس أنه مرة مهمة أن نحتاج لما نقول الآن استماع جيد استماع يتطلب التركيز يعني كيف لما الطفل يجي يبغي يتكلم عن شيء معين أو يظهر نوع من المشاعر لنفرض أنه خايف أو حلمان بشيء خوفه أو جاي يركض يتخيل أن أحد يدخل البيت ويخطفه نحضن الطفل ونحط عيوننا في عيونه ونقول له أنت شا تحس فيه قول لي لأن الاستماع الجيد يتطلب التركيز والتركيز ليس بالضرورة أنه فقط يعني التركيز الذي أردد ما يقوله الطفل وإنما أيضا في بعض الأحيان السكوت وتقبل ما يقوله الطفل هذا بحد ذاته نوع من يحس أن أحد يسمع من التقبل للطفل يسمع ويتقبل سيد دكتور هل اليوم في ذيل الوقت ونحن كلنا طول اليوم نتكلم عن كورونا الأعداد الإصابات يعني صحيح اللي نشوفها في الشاشة في التلفزيون موقف صادنا في الشغل سمعنا عنه صحيح داخل البيت لان صار فيه كورونا طلع من المستشفى إلى آخر بطب داخل البيت نتكلم دائما عن هذه الأمور هل من المطلوب أن نحن ما نتكلم كثير عنها أمام الطفل خاصة الأطفال الصغار في السن نتكلم عن خمس وست وسبع سنوات اللي بدأ يفهم ويستوعب صحيح بس الأمور مو بواضحة يعني مو بواضحة بهذه الطريقة بعض الأطفال أنا أسمع بدأ يخاف يخرج من البيت يرفض حتى لو لأهل يقول نتعال في السيارة بنفتر شوي يخاف يقول ما بي أطلع بعض الأطفال وأسمع من الأهل يعني دائما يسألون عن الموضوع وخايفين عننا هل لازم لا نبالغ في الحديث عننا أمام الطفل هذه نقطة مرة مهمة ضروري وحتى يعني أنا دائما نقول يعني أنت يا أم يا أب عشان تكون يعني لديك القوة لتساعد أطفالك يجب أنك أنت تهتم بنفسك يعني في الطيارة لما نركب الطيارة يقولون لنا حطوا الأبسجين يقولون أول حطوا الأبسجين بعدين ساعد عليك بعدين ساعد طفلك فإحنا عشان نصير نقدر نساعد أطفالنا على الليل نحن نهتم بنفسنا كأباء وأمهات يعني الروتين اليومي يساعد الأهل يساعد الأهل نفسهم في أنهم يصحون من النوم عارفين يومهم كيف بيمضي صحيح ما نروح للشغل بس نقدر نرتب يومنا الروتين هذي يعطي الأففال أيضا شعور بالأمان الأهل يحتاجون أنهم يقتطعون وقت لنفسهم إن شاء الله لو نصف ساعة في اليوم يبعدون عن الواتس اف يبعدون عن الأخبار السيئة ويبعدون عن أخبار الكورونا وأخبار الموت وإلى آخرة ويأخذون هالنصف ساعة هذي تأمل صلاة دعاء موسيقى هادية هذه نصف ساعة مثل اللي تعطيهم الطاقة اللي يحتاجون عشان يتعاملون مع الوضع لأن الوضع ما هو سهل الوضع صعب والأمور يعني اللي صعبها أننا ما نعرف ما سيحدث بكرة متى رح تنتهي هذه الجائحة فالمفروض أننا نتكيف ونحم نفسنا وقوي نفسنا عشان نقدر نساعد أطفال كنت تتكلمين دكتورة عن دور للعب في مساعدة الأطفال صحيح نحن نقضي مع الأطفال وقت لكن هذا الوقت يعني أحيانا نكون نحن معهم في نفس المكان لكن الأب والأم مشغولين بالتلفون والولد مشغول عادة بالآيباد أو بالبلايستيشن صحيح فهل نخلق شيء معين مع الطفل يكون مشترك وبالأخص اللعب أنا طبعا عاد شغافي هو اللعب يعني أنت سألت سؤال هو شغلي كله مساعدة الأطفال عن طريق اللعب حتى في أوقات هذه الجائحة في أوقات كورونا بالذات في أوقات الجائحة يعني I think اسمه إذا أنا ما ناسي الاسم يقول أنه هو من يعني الناس أوائل الناس اللي اللي اشتغلوا في العلاج النفسي باللعب يقول الألعاب اللعب هو لغة الطفولة هو لغة التواصل مع الأطفال والألعاب والألعاب هي الكلمات التي يعبر من خلالها عن ما في داخله فإحنا نستطيع أن نصل إلى عالم الأطفال عن طريق اللعب معهم ونعرف ما يدور في ذهن الطفل من طريقة لعبة وكيف يلعب وهي الأشياء الألعاب اللي يختارها فلما نقول احنا اللعب أنا أقصد فيه اللعب يكون فيه نوع من التنظيم والترتيب بحيث أن الطفل لما نلعب معه مو نعطيه بلاي ستيشن وهو يلعب نقول الطفل ولا نلعب أو أنه احنا نقعد على الواتساب ونشوف عيالنا يلعبون مع بعض ونقولون أوكي توفرت لفرصة لعبة نحن موجودين جسديا لكن لا نشارك نحن يعني من شوية كنا نتكلم عن المشاعر المشاعر عشان نساعد الطفل في التعامل مع هالمشاعر مشاعر الخوف والقلاق والغضب وإلى آخر نحتاج أن نوفر لها وسيلة للتعبير واللعب هو وسيلة التعبير لما أنا كأم أو كأب أقططع 30 دقيقة مع كل طفل مع كل طفل الحالة وألعب معه بطريقة معينة وأقول له في هذه 30 دقيقة أنت تتحكم في اللعب لماذا؟ لأن في ظل هذه الأجواء الأطفال يشعرون أنهم فقدوا السيطرة على أشياء كثيرة بيئة يعني غير ما يدرون شي يتوقعون فيها روتين هم تغير فيشعرون أنهم فقدوا السيطرة على هذه البيئة لما الطفل يشعر أنه فقد السيطرة تظهر عليه سلوكيات يا أما سلوكيات داخلية خجل خوف تبول لا إرادي طرابات في النوم أو على شكل عناد وغضب وغيرهم فأحنا لما نوثر هذه 30 دقيقة فقط ونقول لأم أو الأب لما تلعب مع الطفل خليه وهو القائد وأنت تتابع له هو الذي يتحكم في طريقة اللعب هو الذي يختار وفي يعني ألعاب معينة نحضرها له ممكن أن الواحد يعمل حلقة كاملة عن كيف نلعب مع الأطفال بس اللي أقصد أنه لما نوفر شوية ألعاب تقريبا 22 25 لعبة من حيوانات صغيرة من حوض رمال من أدوات مطبخ سيارات إلى آخر ما تقصدين لا يوجد إلكترونية نهائيا ويلعب معه في هذه المصف ساعة وهو الذي يختار اللعبة التي يريدها يعني ممكن الطفل خايف من الكورونا يمكن يلعب في سيارة الإسعاف خلي يلعب في سيارة الإسعاف نحن علينا أن نتقبل ما يختاره الطفل من ألعاب وأيضا علينا أن لما يلعب لعب خيالي يمثل دور الطبيب والمريض ولا يمثل دور الكشير في مطعم ولا يمثل دور أي دور آخر عنيف إن شاء الله حرامي وبليس هو المخرج حق هاللعبة وإحنا الممثلين يعني هو يحط السيناريو حق اللعبة وهو إذا يبغي من الأم والأب يقول له أنت انسلح وأنا بعالجك تسكي تسكي ليش هذا النوع من اللعب يساعد الأطفال لأن يعطي ولو النهوة 30 دقيقة في اليوم يعني وأنا ما أقولك اليوم مرة في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع لكن من المهم أنه يتكون مع واحد طفل بمفردة هذه الفرصة من اللعب تعيد للطفل الشعور بالقدرة والتحكم ويقول في هذه الساعة أنا أستطيع أن أتحكم في هذه اللعب وبالتالي هذا العالم الصغير هو يمثل العالم الكبير بالنسبة لنا متى ما حصل شعر الطفل بالسيطرة يستطيع مع تكرار اللعب أنا ما أقول من مرة واحدة مع تكرار الشعور هذا بالأمن والثقة مع الأم والأب هذا الشعور يجعله يعطيه شعور بالقدرة والثقة بالنفس في أنه حتى يستطيع أن يتعامل مع المشكلات التي ممكن يعني مشاعرها المختلفة والمشكلات التي تحدث حاليا مهم إذا نفهم الكرامج دكتور أن نحن نبعد الأطفال شوي أو نبعدهم قدر الإمكان عن هذا الحديث المستمر عن المرض وكورونا ووفيات وإصابات وخوف نبعدهم عن مشاعر الخوف السلبية التي نحن موجودة عندنا أحيانا عن الكبار وأصلا مفترض أن نسيطر عليها لكن قدر الإمكان نبعد الأطفال أيضا عنها ونشغلهم بأشياء أخرى وبنهمها اللعب لكي يعود الطفل يسيطر على المشاعر ويتحكم هل كثرة تعرض لأطفال مثل هذا المخاوف ممكن تخلق يعني نحن شخصيات نناضجة لكن الطفل يكتسب شخصيته تخلق شخصيات مثلا لديها الخوف القلق تكون شخصية قلقة يعني تنتهي الجائحة لكن تستمر معها ترتبط تصير اضطراب يعني هناك نقطة مرة مهمة عيالنا تراهم مثل أصابع اليد يختلفون صحيح واستعدادهم للتأثر ممكن يكون كبير وممكن يكون صغير حسب ما نولدوا فيها يعني هذه أشياء فروقات فردية موجودة عند البشر كلهم في أطفال عندهم استعداد أكثر للقلق في أطفال عندهم أقل النقطة التي ذكرتها المهمة أن لما الطفل عنده هذا الاستعداد ويسمع أمه وابوك اليوم يقول ترى زاد عدد الناس اللي ماتوا في البحرين أمس كانوا أربعمية اليوم صاروا أربعمية وخمسين كإصابات وهو يسمع نعم وهو مفهم أصلا شلو الموضوع الإصابات أنا مقتل اللي ماتوا الإصابات فهو يسمع وبعدين يسمع أنه والله حتى اليوم اللي ماتوا هالكثر عددهم فالطفل اللي عنده الاستعداد على طول رح يقول الكورونا بتجيه بتأخذ أمي لا تخرج من البيت ما بتروح لمدرسة إلا لين أمي وقوي رح يصيدهم الكورونا وبالتالي أنا بقعد وحيد ما عندي أحد ممكن يفكل لها الدرجة طبيعي وممكن تتحول إلى اضطراب نفسي أحنا عندنا أطفال يجون في المركز خمس سنوات عندهم اضطراب تعلق قلق خمس سنوات عندهم فوبيا اضطراب في أطفال يخافون من الخطف إلى درجة أنهم يعني ما يقدرون ينامون في غرفتهم الحالهم تخيلون الحرام يرح يفتح الشباك وينط عليهم ويأخذهم كل هذا استعدادات تكون عندهم وظروف معينة وبيئة معينة ساعدت أحيانا الجانب الاستعداد والاستعداد عند الطفل كل طفل يختلف عن الثاني وأحيانا أيضا وهي مكملة يعني الإنسان نتيجة الوراثة ونتيجة البيئة فأحيانا البيئة نفس يعني هو وسط عائلة قلقة أو تتكلم أو تخوفها لا تطلع ببوقونك صح هي تخوفها لا تطلع بصيرك الكورونا لا تكلم أحد فبالتالي احنا نعزز عنده صح إذا كان هو يعني مولود بهذا الاستعداد لكن لقى بيئة آمنة قد تقلل كثير من هالمخاوف وعلى العكس إذا لقى بيئة مضطربة بذاتها صح رح تضاعف عنده من ضمن الأشياء تتكلمين عنها الدكتورة بالإضافة إلى اللحب أن الرسم والتلوين في هذه الفترة ممكن يساعد كثير في تنفيذ مشاعر الأطفال أي الرسم من أكثر الأشياء اللي يريت عيالنا مع الأسف الحين أنا أني ملاحظتها وياها البلاي ستيشن والإلكترونيك الألعاب الإلكترونية حتى الرسم الأطفال ما صاروا ينجذبون له يبي لنا نرجع أطفالنا لعادة التعبير بالرسم رسوم الأطفال مختلفة فيه يعني إحنا نقدر الأطفال ممكن أنهم يستخدمون الرسم للتعبير عن المشاعر وعندما أنا أقول الرسم أقول فقط ورقة بيضة ما فيها ولا شي وقلم ماركر ولا قلم يعني أقلام خشبية ولا قلم رصاص ويعبر الطفل من خلال بالرسم عن ممكن التعبير يكون عن شيء شافح قدامه في بيئته يبي يرسم إن شاء الله لو يرسم كرة قدامه أو يرسم لعبة من العادة أو يرسم أبوه أو يرسم أمه أو يرسم قلب اللي يبي وممكن الطفل الرسوم من الخيال يتخيل أشياء ويرسمها وممكن الرسوم لشخصيات شوفها في أفلام حتى في بعض الأحيان من الذاكرة فالرسوم عبارة عن تعبير ورح أتكلم بعد شوية إحنا كيف نقدر نستخدم هذا النوع من الرسم اللي حر هذا فيه تفريغ كثير من التوتر يحصل للطفل بحد ذاته يعني فيه تفريغ وفيه تنفيذ جيد للطفل النوع الثالث اللي هو اللي أكثر شيء منتشر واللي أنا يعني يعجبني في شيء واحد فقط اللي هو عندك رسمة معينة وتعطي الطفل أقلام خشبية والسحرية ويقعد يلونها هذا التلوين هو عبارة عن تلوين ما فيه إبداع ما فيه تعبير عن شيء معين فكرة معينة مشاعر معينة بقدر ما هو تدريب للطفل على كيف أنه يبقى في وسط هذه الخطوط وهذا شيء جيد لكن ما هو الشيء الوحيد نحتاج أنه نعطي طفل فرصة في أنه يعبر من خلال الرسم العادي نعم إذن تفضل تفضل يعني أبغى كمل على الرسم تفضلي تفضلي تكملي عن الرسم لا قوله أنا أقصد الآن لما نتكلم عن يعني التعامل مع مشكلات الطفل اللي قاعد مور فيها الحي من قلق من مخاوف تكلمت عنه شجار غضب الطفل خايف الطفل نومه يعني ما هو عليه سابقا مضطرب أكله متغير قاعد يخاف قاعد يسالوايد أسئلة يعني عن المخاوف الموجودة هل ممكن يعني التعامل مع هذه المشكلات من خلال الرسم وغيرها تفضل طبعا لأن الرسم يعني سألتني السؤال اللي كنت بغى تكلم عنه تفضله تقول لي أنت هل ممكن أنه أولا إذا الطفل عنده غضب وعنده توتر الرسم شيء مريح لأنه فيه تفريغ فيخفف من الغضب اللي عنده الشغلة الثانية أن الرسم تعبير عن مخاوف عن قلق يعني لو مثلا الطفل خايف من هالكورونا لو تقول له أجسم الكورونا ترى الطفل إذا رسم كورونا أو رسم أي شيء ثاني يخاف منه هو في الحقيقة قام بتحويل الشيء اللامحسوس إلى شيء محسوس شيء تجسد على الورقة لما يتجسد الشيء يعني أنا أتذكر واحد من الأطفال يخاف من المونستر أو من الشبح كنت أقول لي طب ارسم لي الشبح اللي أنت تخاف منه اللي تشوفه تحلم فيه فرسم الشبح قال أوه ما صدق إني أنا أقدر أرسبه أوكي الرسم بحد ذاته لما يرسم الشبح حوله من فكرة غير محسوسة إلى شيء مجسد أمامه وهذه بحد ذاته يعطي الطفل شعور بالمقدرة لما يرسم الرسم الطفل لنفرض رسم كورونا ممكن تسألة تقول لي شو وديك تقولي الكورونا ممكن يقول لك أنا ودي أذبح كورونا ودي أخلص من الديني ودي أحط واحد من الأطفال قال لي ودي أحط الكورونا في يعني قزازة فيها صابون وأخض أخض أخض لأنه يدرون أن الصابون يقتله وعقب أحطه في كابسولة وأرسله وأرسله إلى الفضاء طب لما يقول هذا الكلام ترى يعطيه شعور بالمقدرة يعطيه شعور أنه قاعد يحل إشكالية لكنها تريحة إذن لو بنوجز الكلام الآن إحنا كابا كمسؤولين وعندين أطفال في البيت اختلاف عمارهم بس في مدارك يعني من ثلاث سنوات الطفل يدرك أربع وخمس سنوات صحي إلى الطفل أعتقد يعني تختلف تصنيفات العمرية لكن بعض التصنيفات تقول أربعة عشر سنة بعضها تتكلم ثمانتعشر سنة ثمانتعش وسبات عشر ممكن شوي يبتري يكون عندهم يعني فكرة استيعابة لكن خلنا نتكلم الأطفال الأصغر الأصغر ما هو دورنا كأباء كمسؤولين الآن في التعامل عن الطفل كيف نحميه كيف نبعده وكيف نتعامل مع مخاف لو تتوجزين لنا الدكتور أو جلس لكم أوكي الأطفال يحتاجون مهارات يعرفون كيف يتعاملون مع يعني أنا لما ألعب مع الطفل ترى هذه فرصة تساعده في أن هو يشعر بالتمكن والثقة في نفسه وبالتالي يستطيع يعرف كيف يتعامل معه قلقة ومشاكل ومخاوف إذا مثل ما قلنا الرسوم كأداة الشغلة الثالثة التي هي استماعها الحديث معها التي تفضلت فيها والحديث معها الشغلة الثالثة التي هي يعني إعطاء الطفل بعض المهارات يعني الأطفال ترى مستمعين جيدين لما يعرفون أن هذا الشيء في فايدة لهم يعني مثل ما قلت لك دائما إذا جاءوا أطفال عندنا في المركز نبدأ بتعريفهم عن المشاعر وكيفية التعبير عنها نقوم بيعطيهم استراتيجيات من ضمنها أن لما تكون غضبان تعلم أنك تعد من واحد إلى عشرة بعدين عطي فرصة لنفسك تفكر قبل لا تضرب أخوك مثلا أو أو لما تكون من الأشياء اللي بعد نساعد الأطفال فيها وندربهم على التنفس العميق يعني خذ نفس عميق عندي أنا هذه السنوبول فدائما أهزها قدام الأطفال وأقول لهم شايفين كيف تعرف هذه اللي يكون فيها أشياء تتحرك فأقول لها الدماغ لما يكون غاضب ولا خايف ولا متوتر يصير مشوش لما تتنفس يعطي فرصة لك أن البرين يهدى فنعلمهم على التنفس العميق خمس مرات شهيق وزفير والزفير يكون ياخذ فيه وقت أكثر نعلمهم حتى ترى على المديتيشن وفي يعني في الشيس ما على التأمل في اليوتيوب ومليان أشياء للأطفال كيف أنها تخليهم يسترخون أكثر إذا نبعدهم عن الضوطات والقلق نبعدهم عن الأخبار السيئة نعطيهم عالمهم الطفولين نشاركهم باللعب نعطيهم وقت خاص لكل طفل هاي اللي تفضلت فيه يعني لو يعني بنختصر في الكامل نسمع لهم نتقبل مشاعرهم هذه أهم شيء خلال فترة جائحة كورونا اللي نمر فيها وأهم شيء نكون قوى عشان نقدر نقويهم يعني لازم نبعد نفسنا عن الضوطات وإحنا كان في حلقة قبل يومين تكلمنا عن كيف يبعد الأباء فسه هاي استكمال للموضوع يعني لا يمكن أنهي هذه الحلقة دون الحديث عن مركز مساندة مركز أنتو مركز غير ربحي يعني لمساعدة الأطفال والأسر العلاج النفسي باللعب وما إلى ذلك تقريبا من أربع سنين تقريبا تم افتتاحها تقريبا من أربع سنوات نعم كلمين عنها باختصار ماذا تقدمون مركز مساندة مثل ما قلت هو مركز غير ربحي يقدم يمكن يعني أنا أعتقد أنه هو الوحيد في الخليج وأعتقد في واحد بعد في الأردن العلم العلاج النفسي باللعب من الأشياء اللي يعني العلاجات اللي قليل تستخدم في العالم العربي تأخرنا مقارنة بأمريكا وأوروبا من 50-60 سنة هو موجود في كل مكان في المدارس في المستشفيات في مراكز مثل مركزنا الشيء اللي يعني كمركز نحن نقدمه مركزين على ثلاثة أشياء أول شيء اللي هو للأطفال اللي عندهم اضطرابات نفسية أو سلوكية نساعدهم من خلال العلاج النفسي باللعب ويمكن عطيتكم فرصة فكرة مدائية صحيح كيف اللعب هو لغة التواصل مع الأطفال والحمد لله نحن يعني أنت تقول لي ما سمعنا عنكم كثير نعتمد على ما يتداول الناس كما يقولون word of mouth هي دي يجيب كل واحد اللي يجيب بخطها خالطها عمتها وش سمها وش المنطقة الشرقية وش سمه عندنا بعض الأحيان صين ويتنجلس الآن نعمل تتسمع تنقل الناس خبراتهم بالكلام يوصلون ترابي نقدمها هالأيام فعندنا العلاج النفسي باللعب وعندنا نعمل دورات تدريبية للأخصائيين والأخصائيات في كيف يقدمون العلاج النفسي باللعب لازم تكون عندهم خلفياتهم سيكولوجي وآخر شي نعمل تدريب للأمهات والآباء والمعلمات في كيفية التعامل مع الأطفال وكيفية بناء علاقة آمنة مع الطفل ومساعدة في مواجهة مشكلاته يعطيكم العافية دكتور الله يعافيك مناركم إن شاء الله كل التوفيق يعني مركز مساندة يمكن صلى أربع سنوات فقط ولكن مع الوقت أكيد يوصل لأغلب الناس اللي تحتاج لها إن شاء الله إن شاء الله يكون هذا القاجز من هذه المسعة الأستاذة الدكتورة سيهام عبد الرحمن لسويغ مؤسسة ومديرة مركز مساندة لاستشارات الطفل والأسرة والعلاج النفسي باللعب شكرا جزيلا شكرا على الاستفادة أيضا نشكركم على حسن المتابعة مشاهديننا لابد أن نحمي أطفال لهم أعز ما نملك يعني كأسر وكوطن من كل هذا القلق اللي داير نطمنهم دائما نرسل لهم رسالة إيجابية بأننا إن شاء الله في الأخير نحن كلنا راح نعدي من هذا الوضع سالمين إن شاء الله لمستقبل أفضل والحياة تكون ترجع أفضل مما كانت بإذن الله شاكل لكم متابعة الله يحفظكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة